غابة هاويابيتشو الرومانية غابة هاويابيتشو هويبسيو فوريس هي غابة مشهورة تقع في تيرانسيلفانيا في رومانيا تعتبر هذه الغابة من أبرز المواقع المعروفة بظواهر غامضة وغريبة تعرف أيضا بلقب الغابة المسكونة نظرا للعديد من القصص والشهادات الشائعة عن أحداث غير طبيعية تجري داخلها تشتهر غابة هاويابيتشو بتكونها منطقة غابية كثيفة تحتوي على أشجار غريبة الشكل وأشجار غابات الزام تعتبر الأشجار المتعرجة والغابة المظلمة مناظر فريدة تشعر الزوار بالغموض والرعب تعود شهرة غابة هاويابيتشو إلى العديد من الأحداث غير المفسرة التي ذكرت فيها يسعم أنها شهدت حوادث اختفاء غامضة للأشخاص حيث يقال إنهم دخلوا الغابة ولم يظهروا مرة أخرى هناك أيضا تقارير عن رأى أشباح وظواهر غير طبيعية مثل الأضواء الغامضة والظواهر البصرية الغريبة تعتبر غابة هاويابيتشو محطة جذب للمتشوقين للاستكشاف والتحقيق في الأمور الغامضة والخارقة تقدم الغابة فرصا للرحلات والتنزه ورؤية المناظر الطبيعية الخلابة يتمتع الزوار بالتجوال في مسارات المشي الموجودة والاستمتاع بجمال الأشجار والمناظر الطبيعية الساحرة تستقطب غابة هاويابيتشو أيضا علماء الأشباح والمحققين في الظواهر الغامضة الذين يسعون للكشف عن أسرارها تعد هذه الغابة موض بالإضافة إلى القصص الغامضة والظواهر الخارقة للطبيعة هناك العديد من الأمور الأخرى التي تميز غابة هاويابيتشو إليك بعض المعلومات الإضافية عن هذه الغابة تاريخ طويل تعود تاريخ غابة هاويابيتشو إلى قرون عديدة حيث يقدر أنها تعود للفترة الممتدة من القرن الأربع عشر إلى القرن التسع عشر لقد تمت زراعة بعض الأشجار في الغابة بشكل متعمد خلال تلك الفترة مما يجعلها مكانا ذا تاريخ طويل وثقافة غنية الأبحاث العلمية تستمر الدرسات والأبحاث العلمية في غابة هاويابيتشو حتى يومنا هذا يهتم العلماء بدراسة النباتات والحيوانات والتأثيرات البيئية في هذه المنطقة الفريدة كما يتم التركيز على فهم التأثيرات البيولوجية والتاريخ الطبيعي للمنطقة النباتات النادرة توجد في غابة هاويابيتشو العديد من النباتات النادرة والمحمية والتي قد تكون صعبة العثور عليها في مناطق أخرى هذه النباتات تعزز التنوع البيولوجي وتعكس الثراء البيئية للغابة السياحة والزوار تعتبر غابة هاويابيتشو وجهة سياحية شهيرة في رومانيا يزورها السياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بجمال الطبيعة والتعرف على الأساطير والقصص المتعلقة بها هناك مسارات سير ودروب معلمة تتيح للزوار استكشاف الغابة واكتشاف جمالها الثقافة والتراث تعد غابة هاويابيتشو بالطبع إليك المزيد من المعلومات عن غابة هاويابيتشو الأساطير والتراث تحيط غابة هاويابيتشو بالعديد من الأساطير والقصص الشعبية يقول السكان المحليون أن الغابة مسكونة بالأرواح الشريرة والكائنات الغريبة يعتقد أنها موطن للأشباح والمراوح والكائنات الخرافية هذه الأساطير تعزز سحر وغموض الغابة الفعاليات والاحتفالات يتم تنظيم العديد من الفعاليات والاحتفالات في غابة هاويابيتشو طوال العام تشمل هذه الفعاليات رحلات الاستكشاف والتنزه والمهرجانات الثقافية التي تعكس التراث والتقاليد المحلية الصورة الجوية يعتبر منظر غابة هاويابيتشو من الجو أمرا رائعا توفر للمروحيات والطائرات الصغيرة رحلات جوية فوق الغابة مما يسمح للزوار برؤية المناظر الخلابة والجمال الطبيعي للمنطقة من منظور فريد الاستكشاف العلمي تستقطب غابة هاويابيتشو أيضا العديد من الباحثين والعلماء الذين يهتمون بدراسة الظواهر الغريبة والمسح البيئي في المنطقة يتم اجراء العديد من الابحاث العلمية والدراسات البيئية في محاولة لفهم المزيد عن طبيعة الغابة وتأثيرها على البيئة المحيطة الحفاظ على البيئة تعد غابة هاويابيتشو منطقة محمية وتتمتع بحماية بيئية خاصة يتم التركيز على الحفاظ على التنوع البيولوجي والمحافظة على البيئة الطبيعية للغابة يتعاون العلماء والسكان المحليون معا للحفاظ على جمال وأصالة هذه الغابة الفريدة هذه بعض المعلومات الإضافية حول غابة هاويابيتشو في رومانيا إنها مكان فريد ومذهل يثير الفضول والدهشة للزوار من جميع الأعمار ترجمة نانسي قنقر